اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات برنامج التعليم الصناعي حلقة النهاردة مخصصة للصف الثالث تخصص سيريكو هنتكلم النهاردة على مادة مهمة من المواد بتاعتنا وهي مادة تخطيط وإدارة إنتاج والمادة دي مشتركة مع الصف الثالث تخصص ملابس ان شاء الله بإذن الله كنا في الحلقة اللي فاتت خدنا مفهوم إدارة الموارد البشرية وخدنا أهميتها واتكلمنا عن الموارد البشرية أنه يقصد بيها العامل أو الموظف داخل أي مؤسسة صناعية وأن الموارد البشري هو الإنسان وإن إحنا إذا أحسننا التصرف أو أحسننا استخدامه هيعتبر لنا رأس مال جامد جدا لأن مهما كان التكنولوجيا المستخدمة داخل المؤسسة الصناعية مش هتبقى مستفاد منها إلا بوجود الموارد البشرية واتكلمنا عن إدارة الموارد البشرية وقد إن هي مهمة جدا وبتساعد في تخطيط الموارد البشرية وأهميتها في اختيار الموارد وإزاي إن هي بتوفق أو بتعمل ارتباط بين أهداف المؤسسة الصناعية وبين الموارد البشرية خاصة إن كل مؤسسة صناعية بيبقى لها هدف أساسي هي عايزة تحققه فعشان يبقى هدفها ده استراتيجي يبقى لازم تربط ما بين الأهداف وما بين الموارد البشرية وطبعا اتكلمنا على إن إدارة الموارد البشرية بتقوم على إنها توفق العدد المطلوب من هذه المؤسسة الصناعية يعني بتشوف احتياجات المؤسسة من العمالة قد إيه أو الموظفين وبتقوم باختيارهم واستكتابهم وتسكنهم لما تكلمنا عن تعريف إدارة الموارد البشرية قلنا إن هي فني توجيه واستكتاب وتوجيه وتنظيم وتعيين ومتبعد بعد ذلك كمان الموظفين والجدد وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن جزئية تانية جديدة من أجزاء مادة تخطيط وإدارة إنتاج للصف السالس المرة اللي فادت في الحلقة السابقة خدنا مفهوم إدارة الموارد البشرية خدنا وظيفة إدارة الموارد البشرية وتكلمنا على إن وظيفة إدارة الموارد البشرية هي وظيفتين أو دورين هو الدور الاستراتيجي والدور التنفيذي وتكلمنا عنهم تكلمنا كمانا عن مبادئ الموارد البشرية تكلمنا عن لو أنا استخدمت إدارة الموارد البشرية ألكترونيا بمعنى إننا البيانات بتاعتي أو جميع ما يخص أي موارد بشري داخل الموارد الصناعية بيكون مسجل إلكترونيا وقلنا إيه مزايا استخدام الإلكترونية داخل المصنع أو المؤسسة الصناعية خدنا كمان خطوات عمليات تخطيط الموارد البشرية وهنبدأ كده بفيديو هيفكرني باللي خدناه الحلقة اللي فاتت طبعا عشان أعمل تخطيط لما تيجي إدارة الموارد البشرية تعمل تخطيط زي ما احنا شايفين كده أول حاجة بتيجي فكرة أو هدف بعد كده نبتدي الفكرة دي تاخد مجالها وبنقض نسأل نفسنا ماذا ولماذا وكيفا وأين ومتى هعمل تخطيط أو هعمل شكل التخطيط بتاع هذا المصنع أو المؤسسة أول حاجة هلا ماذا يعني إزاي إن أنا أحط فكرة معينة وبتطيق بص على كل الحاجات اللي حوالين الفكرة دي أحب أعمل إيه أو إيه اللي أحبه علشان هو ده اللي بعمله هنبص لقي نفسنا الفكرة ابتدت إيه ابتدت تبقى موجودة في دماغنا وإحنا ابتدينا كمان إيه ابتدينا ننفذها زي ما نشايفين كده في الفيديو ابتدينا نضع الأفكار ونحلل ونعمل خريطة زهنية وكمان مش كده وبس أني لازم أختار حتى مكان التخطيط اللي أنا هقعد أخطط فيه هل هو في مقا في جنينة في مكتب لازم يكون المكان كمان متحدد ومش كده وبس المدة الزمنية اللي هقوم فيها بالتخطيط هتكون فين وما تكونش تحت ضغط عشان ما طلعش أي نتيجة للتخطيط تكون مش مزبوطة أو مش معمولة على وسائل وخطوات جيدة أبدأ التخطيط إزاي بأن أنا بعمل مشروع أو بحدد مشروع في دماغي أقول المشروع ده مجاله مثلا رياضي يا سادف الشباب أو أنه هو هيكون للصحة يبقى أنا هنا بخطط وبحط هدف وبحط فكرة للمشروع ده وأثناء ما بحط فكرة التخطيط بتاعي مش كده وبس لازم أكون عارف أن التخطيط ده مش فكرة فرد واحد لازم يكون بالتعاون لأن جوهرة إدارة التخطيط الجيدة أن يكون في مشاركة بين الأفراد وبين بعضهم لأن لو الفرد لو قام بنفسه وجي حصل أي شيء التخطيط هيقع لكن لو إحنا كلنا مشتركين مع بعض في إدارة التخطيط الجيد هنلاقي أن العملية تفضل مستمرة لأنها مش معتمدة على فرد إيه على فرد واحد نفس الكلام لازم أبقى واخدى بالي أن التخطيط ده بيجي بعدها على طول التنفيذ يعني الأول التخطيط بعد كده التنفيذ وبعد كده بنشوف لو في عندي تعديل في أي جزئية وده بيبقى أثناء ما أنا بنفس هذا التخطيط ولازم أبدأ بالغاية اللي أنا عايزة زي ما اتفقنا في الأول اللي هو الهدف اللي أنا بحطه لهذه المؤسسة هل أنا عايز هدف يكون مرن ولا الهدف هيكون حياة طبعا إحنا لازم نبقى عاملين هدف مرن يمكن تحقيقه واتكلمنا عن أهمية اختيار الهدف وقلنا لازم نكون حطين خطة أساسية وخطة بديلة وبالشكل ده أنا ببتدي أعمل تخطيط إدارة الموارد البشري يبقى الفيديو ده وراني إيه؟ وراني إن أنا أول حاجة بعملها بحط الفكرة أو بمعنى صح بعد الفكرة على طول أقولي الهدف يعني هقول مثلا أنا هعمل مشروع صناعي مثلا لإنتاج الملابس الجهزة أو اتركوه أنا عملت الفكرة وحددت الهدف إن أنا أصنع الجواكد أو أي قطعة من قطعة الملابس ابتديت بعد كده أقول أنا فين المكان اللي منه هحصل على المعلومات وأعد أخطط لإدارة الموارد البشرية يبقى كمان ابتديت أختار بعد الهدف والفكرة ابتديت كمان أختار المكان دي مهم جدا لما أجي كمان أحط الخط أو الهدف لازم أكون حاطت في دماغي سنة ثالثة إن ماكونش تحت ضغط معين أو في فترة زمنية سريعة لإن ده بينتج عنه خطة غير جيدة ويبقى فيها نواحي هتكون النواحي دي سقطة مني بمعنى إن أنا لو عايزة رتبها واحد اتنين تلاتة السرعة والضغط هيخليني أعمل أنسى خطوة أو أنسى طريقة أو أنسى ميزة أو أنسى هدف يبقى أنا لازم ماكونش تحت ضغط أو بمشي بسرعة جدا لما أجي أحط خطة إدارة الموارد البشرية عرفنا كمان إن أنا بختار بعد كده العمل الجماعي مهم جدا إن في تخطيط إدارة الموارد البشرية العمل ده لازم يكون جماعي ما ينفعش إن اللي يقوم به فرد واحد لسبب بسيط جدا لو فرد واحد بس هو اللي بيقوم بهذا التخطيط وحصل أي مكروه أو أي شيء ليه هيقعد تخطيط بتاع إدارة الموارد البشرية لكن لما يكون العمل أو التخطيط بينضم فيه مجموعة من الأفراد وكمان مش كده وبس يكون متصل بالإدارة العالية لهذه المؤسسة ده هينتج عنه إن لو أي فرد من هؤلاء الأفراد حصلوا أي شيء هيستمر التخطيط الجيد وهتستمر المتابعة وهيستمر التوجيه وهيستمر التسكين بتاع الموظفين أي أن كانوا حتى لو جدد والمتابعة لو كانوا موظفين سابقين وكمان إحنا هناخد دلوقتي في الحلقة دي إن هنبتدي بعد كده نفكر التدريب لذلك كان الموظفين الجدد أو الموظفين الموجودين أصلا داخل المؤسسة هنتكلم عن أول حاجة جديدة هي العوامل اللي بتؤثر على حجم الموارد البشرية كلمة حجم الموارد البشرية بقصد به العدد اللي أنا محتاجه يا سنة تلتة داخل المصنع أو المؤسسة الصناعية بتاعتي أنا محتاج عدد قد إيه طب العوامل اللي على أساسها أنا بحدد هذا العدد اللي عندي اتنين من العوامل المهمين جدا وهم المؤسرات الخارجية والمؤسرات الداخلية هنمسك أول حاجة المؤسرات الداخلية ولما نتكلم عن المؤسرات الداخلية هنتكلم على كل ما يخص داخل المؤسسة الصناعية بتاعتي يعني أي عوامل بتساعد على تحديد العمالة بس داخل إطار المؤسسة زي إيه؟ زي أهداف المنظمة اتفقنا إننا لما أجي أعمل تخطيط للموارد البشرية أول حاجة بحطها في دماغي هو الإيه؟ برافو هو الهدف إننا أحدد هدف لهذه المؤسسة أو هدف عند تخطيط إدارة الموارد البشرية وبسميه هنا دور استراتيجي لأن تخطيط إدارة الموارد البشرية هم دورين مهمين جدا دور استراتيجي ودور تنفيذي الدور الاستراتيجي هو اللي بيقوم بالربط بين الهدف بتاع المؤسسة وبين العمالة الموجودة عندي أو الموارد البشرية الموجودة عندي ولذلك أنا بسميه دور استراتيجي أما الدور التنفيذي فده بيتمثل في سنة ثالثة بيتمثل في التسكين وإن أنا أستكتب الأول العمالة المطلوبة اللي بيتوفر فيها أهم استفات أو أدنى يعني لو قلنا مثلا إن استفات 100% لو العامل حاصل على 80% أنا ممكن أوافق عليه وأقبله لأن الحد الأدنى من استفات يخليني أقبل هذا العامل فمن الدور التنفيذي إن أنا بستكتب العامل المناسب لهذا العمل مش كده وبس ده دوري لأ ده أنا كمان بقوم بتسكينه داخل المكان المناسب ليه داخل المصنع ومش بتوقف عندي ده وبس أنا كمان بقوم بمتابعته يعني لازم أتابعه أشوف المستوى بتاعه بتاع الإنتاج أو بتاع تأدية هذه الوظيفة إلى أي مدى هو بيقوم به علشان في بعض الموظفين وده اللي هناخده أثناء الحلقة بيكون درجة تتقنهم للعمل كويسة جدا ولكن بلاحظ إن هو محتاج تدريب أو محتاج إنه يتدرب على نواحي هو فيه تقصير في نواحي وفيه نواحي تانية جيدة جدا فلازم المتابعة وده يعتبر من الدوري التنفيذي لإدارة الموارد البشرية واتكلمنا إن الدوري التنفيذي مش بس بيقف على إن أنا أستقطب الموارد البشر السليم وأوظفه وتابعه لا كمان إن أنا لازم أعمل حاجة اسمها الحافظ وده بتبقى للموظف أو المورد البشر اللي شغال باجتهاد ويطلع لي جميع المواصفات المطلوبة في المنتج فأنا التلقائي لازم أعمله حافظ أولا ليه؟ لأن أنا كده بزود الحالة النفسية وبخليه نفسيا حاسس إنه المجهود أو التعب اللي هو بزله ليه نتيجة مش كده وبس ده أنا أحفز كمان العامل اللي هو مش مكتهد إنه هو عايز يعمل أو ياخد حوافز زي العامل المكتهد فأنا كده عملت إذا ما بيقوله ضربت عصفرين بحجر خليت الموظف المكتهد يحس قد إيه إنه تعبوا ليه فايدة وفي نفس الوقت الموظف اللي هو غير مكتهد هيحاول يبقى زي يزميله لإني شاف تعبوا ليه نتيجة يبقى أول حاجة إن أنا على أساسه بحدد عدد العمالة اللي أنا عايزها عندي هي أهداف المنظمة أو المؤسسة بتاعتي تاني حاجة من العوامل الوضع المالي للمنظمة فأنا مش فهمة يعني إيه يعني مش كل منظمة أو مؤسسة صناعية إياه سنة ثالثة المبلغ أو رأس المال بتاعها واحد في بعض المؤسسات الصناعية بيكون مشروع صناعي صغير فالمورد المالي أو رأس المال بيبقى بسيط فمش هقدر أجيب عدد من العمالة يكون كبير هتطر إن أنا أختصر عدد العمالة إلى عدد قليل يبقى بالتالي من العوامل اللي بتبقى دخلة في تحديد عدد العمالة أو في تحديد الموارد البشرية بتاعتي غير الهدف عندي كمان إيه سنة ثالثة عندي اللي هي الوضع المالي للمنظمة كمان إيه من العوامل اللي بتحدد عدد العمالة اللي أنا عايزها داخل المؤسسة أو المنظمة بتاعتي ثالث عامل الهيكل التنظيمي بتاعي أنا محتاج إيه كلمة هيكل تنظيمي يعني أنا محتاج عمال أو موارد بشرية في الإدارة مخطاء عايز عمالة أو موارد بشرية في خط إنتاج عايز عمالة فنيين عايز عمالة للحراسة ده اسمه إيه كل ده اسمه الهيكل التنظيمي للمؤسسة لما أنا أشوف الهيكل التنظيمي على أساسه أقدر أقول أنا محتاج اتنين في الإدارة أنا محتاج تلاتة في خط الإنتاج أنا محتاج أعمالة على مكان أنا محتاج أعمالة على مكان التريكو المستدير أنا محتاج أعمالة فنيين أعمالة للحراسة يبقى أنا تالت عام من العوامل اللي على أساسها بحدد عدد الأعمالة هو الهيكل التنظيمي للمؤسسة او الهيكل التنظيمي للمصنع بتاعي ايه كمان حجم العمل ونوعيته ده مهم جدا انا ينفع اقول انا محتاج عمالة من غير ما اكون عارف ايه العمل اللي انا محتاجه لعمالة دي وايه نوع هذا العمل لا طبعا يبقى من العوامل اللي بتعمل على حساب او معرفة عدد الموارد البشرية اللي موجود عندي هو نوع العمل العمل اللي انا محتاجه لعمالة دي نوع ايه ايه هي طريقته اللي محتاج فيه من خبرات من درجة تعليم من مهام من معارف من صفات بدنية من صمات شخصية يبقى على اساس العمل ونوعه اقدر احدد عدد العمالة بتاعي ايه كمان عندي عندي بعد كده كل اللي انا قلته ده هي المؤسرات الداخلية للمصنع اللي على اساسها هحدد عدد العمالة بتاعي فيه عندي كمان ايه مؤسرات خارجية وخلي بالكم السؤال لما بيجيني في الامتحان يعمل لي خلط بين المؤسرات الداخلية وبين المؤسرات الخارجية ويقول لي انت يلا بقى خرج لي ايه هي المؤسرات الداخلية اللي بتحدد حجم العمالة وايه هي المؤسرات الخارجية اللي بتحدد حجم العمالة طب المؤسرات الخارجية يبقى هي اكيد المؤسرات اللي بتحيط بجو العمل أول حاجة تفكر فيها تلقائي هتقول إيه العوامل الاقتصادية الخارجية المحيطة للعمل يبقى أنا عندي من العوامل الخارجية هي العوامل الاقتصادية الخارجية المحيطة لجو العمل أو المؤسسة الصناعية بتاعتي هل العوامل الاقتصادية للدولة تساعد على إننا كمية العمالة تبقى كبيرة هل الميكانة المستخدمة متطورة ولا نصف متوترة متطورة ولا بسيطة يبقى أنا عندي العوامل الاقتصادية من العوامل اللي بتحدد حجم العمالة طيب عوامل الاقتصادية إيه خارجية محيطة بالعمل نجي بعد كده سياسة العمالة في الدولة كلنا بنسمع كلمة إن ممنوع تشغيل أقل من 16 سنة وممنوع إن يبقى فيه عامل شغال في أي مؤسسة صناعية من غير ما يكون فيه عندي تأمين مهم جدا يكون متأمن عليه والمصنع اللي بيكون فيه عمالة غير مؤمنة عليها بيعرض نفسه للمسائلة القانونية يبقى معنى كده إن سياسة العمالة في الدولة هي من المؤسسات من المؤسرات الخارجية اللي بتحدد حجم العمالة يبقى أنا هاخد بالي كده لما قلت المؤسرات الخارجية هلاقي كل ما يخص الدولة أو كل ما هو خارج عن نطاق العمل الداخلي طيب عندي إيه كمان؟ عوامل التقنية بتاعتي اللي هو بسميه معدل دوران العمل يعني هل أنا هستخدم معدات وآلات متطورة؟ طيب معدل دوران العمل إحنا في مادة المؤسسات في الصف الثالث لما بنيجي ناخد مسألة تكاليف بنلاقي داخل هذه المسألة كلمة إن العامل ده حسيب لي عدد الأيام لو هو بيشتغل إيه بقى عدد ساعات العمل 8 ساعات 10 ساعات مش كده وبس ده ممكن يشتغل وردية واحدة أو يشتغل ورديتين يبقى معنى كده إن من العوامل الخارجية أو المؤسرات الخارجية اللي بتحدد لي حجم العمالة هي معدل دوران العمل أي عدد ساعات العمل اللي بيقوم بها هذا الموظف عوامل التنافس يعني أنا ممكن يكون فيه عندي في نفس المكان اللي أنا موجودة فيه فيه مصنع تاني أو مؤسسة صناعية تانية بتنفسني وعايزين نقول إن التنافس ده شيء كويس جدا يا سنة ثالثة لإنه هيعمل روح من النشاط هيخلي كل مصنع أو كل مؤسسة صناعية هتحاول تعمل إيه؟ هتحاول تبزل أقصى ما عندها عشان المنتج بتاعها هيطلع بجودة عالية علشان المنافس الآخر وهكذا طب هل المنافسة داخل المنطقة بس اللي موجود فيها هذه المؤسسة الصناعية؟ لا ده ممكن المنافسة تكون خارج هذه المنطقة ممكن كمان تكون في دولة تانية وبيتعمل سوق السوق ده بيعرض كل المنتجات مثلا لو كان دول عربية أو دول أجنبية أو دول عربية يبقى من العوامل كمان اللي بتحدد لي حجم العمالة سنة تالتة هي التنافس بين المصانع والمؤسسات وبعضها أو الصناعات وبعضها هنيجي بقى بعد معرفنا إزاي أحدد حجم العمالة بتاعتي هناخد حاجة تانية كويسة جدا وهي التحليل الوظيفي أنا لسه بقول إيه؟ لازم إن أنا لما أجي أحدد حجم العمالة سنة تالتة عايزة حاجة مهمة جدا الحاجة دي إن أنا لازم أعرف نوع العمل الله طب أنا أعرف نوع العمل إزاي؟ ما هو ده دور إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية بتقوم بتحليل هذا العمل اللي موجود عندي في المؤسسة بتحليله إزاي؟ يعني بتقوم بالمتابعة على كل مهنة أو كل عمل موجود داخل المؤسسة وكل عامل أي أن كان لسه موظف جديد ولكن إحنا بيبقى عندنا شوية تركيز مع الموظفين الجدد أكتر لأن إحنا هنتابع برضو الموظفين الموجودين بعلوم مدة بس المتابعة بتاعت الموظفين الجداد هتبقى أعلى شوية فكلمة التحليل الوظيفة فكلمة التحليل الوظيفة هي عملية جمع وتحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة يبقى أنا بعمل إيه؟ بجمع وحلل وركب المعلومات اللي أنا أخذتها لكل وظيفة عشان أعرف إيه متطلبات وخصائص وطبيعة هذه الوظيفة وابتدي على أساسها أشوف على أساس هذه الملاحظة أشوف استخدام الطرق العلمية الحديثة المتوفرة في هذا المجال يبقى أنا لما أجي أتكلم يعني إيه أحلل الوظيفة؟ يعني أنا خلال متابعتي للعمل داخل المصنع أنا بقوم بجمع المعلومات والبيانات وكل شيء يخص هذه الوظيفة داخل المصنع علشان على أساسه أختار اللي يناسب هذه الوظيفة علشان كمان أقدر بعد كده أطور من هذه الوظيفة وأعمل كمان تدريبات أطور من هذا العامل اللي بيعمل داخل هذه الوظيفة حاجة أتكلم بعد كده عن حاجة مهمة جدا هو تحليل وتوصيف الوظائف تعالوا بقى بعد ما جمعنا المعلومات وجمعنا البيانات بتاعتنا حلل ووصف الوظائف هيشمل إيه؟ يعني ما أجي أحلل وأعمل توصيف للوظائف هيشمل إيه؟ أول حاجة عندي لازم أتعرف على مجموعة من التعريف والمصطلحات اللي بيتفدني جدا يعني أول ما أسمع كلمة وظيفة هقول هو الشغل لا الوظيفة معناها يا سنة تالتة هي مجموعة من الواجبات التي تؤدى بواسطة فرد تاني الوظيفة مجموعة من الواجبات التي تؤدى بواسطة فرد ولها صفة التكرار يعني كل يوم هذا الفرد بيقوم بعمل نفس الوظيفة مش كده وبس ولها كمان صفة التماثل وتحتاج إلى تجانس في المعارف والمعارض يبقى لما أجأ أقول يعني إيه وظيفة هي مجموعة من الواجبات اللي بيقوم بيها فرد واحد بس وهذه الوظيفة بتتكرر وليها كمان شكل متماثل ونفس المعارف ونفس المعارض وإحنا خلال الحلقة هنعرف إيه هي مهام شغل الوظيفة وإيه هي معارف شغل الوظيفة يبقى دي أول حاجة الوظيفة فيها المصطلحات تانية وأنا بعمل تحليل وتوصيف للوظيفة لازم أبقى أعرفها أه تخلي بالنا أني بييجي صح وغلط على هذه التعريفات أو المصطلحات العمل إحنا لسا قيلين دلوقتي أني لما أجأتكلم عن الوظيفة تلقايا روح قيل هو العمل اللي إحنا بنشغل أو لا إحنا قلنا الوظيفة مجموعة من الواجبات اللي بيقوم بها فرد واحد أما العمل بقى هي وظيفة واحدة أو وظيفتين متماثلتين تقريبا يعني العمل ممكن تكون وظيفة واحدة وممكن يكون وظيفتين ولكن اللي اتنين زي بعض يعني جوه شؤون العاملين مثلا ممكن يكون فيه شخصين اللي اتنين بيقوموا شغالين جوه شؤون العاملين ولكن هما اللي اتنين بيعملوا وظيفتين شبهة بعد قوي حد بيسجل حد بيضيف يبقى دي اسمها ايه اسمه عمل وظيفتين مو تماثلتين ومش بس كده وهم تقريبا كمان شبهة بعد جدا ايه كمان من المصطلحات غير الوظيفة والعمل الفئة تمال يقول ده فئة المهندسين ده فئة المعلمين ده فئة النجارين كلمة فئة في حد ذاتها تعني جميع الوظائف التي تتشابع في نوع العمل ومستوى صعوبة الواجبات واهمية المستوات تاني لما اقول فئة فئة من المالة يعني هما كلهم بتعني جميع الوظائف اللي بتتشابع في نوع العمل مستوى الصعوبة والواجبات والاهمية بتاعت المستويات بتاعت هذه الفئة يبا احنا كده عرفنا وظيفة يعني ايه عرفنا عمل يعني ايه عرفنا فئة يعني ايه عندي ايه كمان من المصطلحات اللي بتظهر قدامي لما ااجي اعمل تحليل او توصيف للوظيفة هي الدرجة والدرجة هنا هي ناحية مالية شوية يعني ايه شريحة معينة من الاجر بيتجمع عليها مجموع مجموعة من الافراد مش شرط يكونوا في عمل واحد ممكن يبقى في كذا عمل كل واحد فيهم في نفس الشريحة يعني ممكن انا اقول انا في الدرجة الاولى ابصى الاقي شخص تاني في وظيفة اخرى في مصنع تاني او مؤسسة تانية يكون برضو على الدرجة الاولى ليه لان الدرجة هي درجة مالية من الاجر تتضمن جميع الفئات اللي بتتشابع في مستوى صعوبة الواجبات واهمية المسئولات المسئوليات ومطالب التأهيل ولكن تختلف في نوع العمل يبقى هي شريحة بيوجد عليها جميع الفئات لانها معينة من الايه من الاجر شريحة معينة من الاجر ولكن نوع العمل هيبقى مختلف لكن هي شريحة يتطفق عليها مجموعة من الموظفين يعني ممكن تسمع كلمة ده على الدرجة التالتة ده على الدرجة الاولى ده على الدرجة التانية في كذا مؤسسة صناعية لان درجة مالية واحدة ولكن العمل هنا مختلف عن المؤسسة دي مختلف عن المؤسسة دي ولكنهم جميعا يتشابهوا بس في الدرجة يبقى دي المصطلحات المهمة عندي اللي لا عن طريقها بعرف معنى كل جملة فيها اما اجا اتكلم عن التوصيف الوظيفي بينقسم الى ايه قال لي اول حاجة لازم اكون عارف المسمى الوظيفي بتاعي مش كده وبس المعارف والمهارات المطلوبة للمنصب اللي انا رحاله ملخص الوظيفة المهم الرئيسية يبقى دول اربع حاجات لما اجي اقسم التوصيف الوظيفي لازم اقسم التوصيف الوظيفي اليوم يبقى لما اجي اقول ايه هي انقسمات او تنقسم التوصيف الوظيفي الى ايه هنقول اربع حاجات المسمى الوظيفي لازم ابقى عارفاه المعارف والمهارات المطلوبة للمنصب ملخص الوظيفة والمهام الرئيسية لهذه الوظيفة تعالوا نتكلم عن تحليل الوظائف الموجودة عندي داخل المصنع طب اول حاجة وصف الوظيفة لما اجي اوصف الوظيفة هقول مثلا ان دي الوظيفة عبارة عن واحد اتنين تلاتة انا كده عملت ايه وصفت هذه الوظيفة تاني حاجة اما اجي احلل الوظائف المواصفات المطلوبة في شاغلها يعني اللي هيجي يتوظف في الوظيفة دي ايه المواصفات المطلوبة منه وده هناخدها اثناء الحلقة اللي هي المهارات والمعارف اللي لازم يتكون موجودة في صاحب الوظيفة او الموجودة في شاغل الوظيفة ايه كمان الوصف الوظيفي يبقى الاول المسمى الوظيفي تاني حاجة الوصف الوظيفي تعال بقى وصف للوظيفة دي اللي هبتدي اقول هي عبارة عن كتابة وصف بالكامل للمهمات والواجبات اللي بيقوم بها شاغل الوظيفة تانية سنة ثالثة اما اقول اعرف للوصف الوظيفي انت لما تيجي تعرف الوصف الوظيفي هتقول كل المهام والمعارف اللي مطلوبة من شاغل الوظيفة اللي هيتوظف في الوظيفة دي مطلوب منه واحد اتنين ثلاثة يعني لو ادينا مثال وقلنا ان اللي هيقوم بالوظيفة دي هو فني تريكو فإيه المعارف وإيه المهام اللي مطلوبة منه اول حاجة انه يعرف جميع انواع الماكينات تاني حاجة العيوب اللي ممكن تظهر اثناء العمل ايه كمان انواع الخيوط ويعرف كمان يفرق بينهم كويس ايه كمان بعض الاصلحات الممكن يقدر يقوم بيها والباقي طبعا بيبقى مطروك لفن الصيانة كل دي اسمها ايه اسمها واجبات لازم تكون موجودة عندي شاغل وظيفة وظيفة فن تريكو يبقى هو ده الكلام او ده مثال على كلمة الوصف الوظيفي لأي وظيفة ان انا بقول الواجبات المفروض تكون موجودة عندي شاغل الوظيفة علشان يقدر يقوم بهذه الوظيفة طب لدراسة الوظيفة مفروض ان انا ايه الطرق اللي بتتبعها قال لي اول حاجة الاستقصاء تاني حاجة السرد الكتابي تالت حاجة الملاحظة والمقابلة يبقى انا عندي تلت طرق اقدر بيهم اعمل وصف لهذه الوظيفة ايه هما التلاتة يلا مع بعض كده الاستقصاء السرد الكتابي واخر حاجة الملاحظة والمقابلة تاني امه تلاتة الاستقصاء السرد الكتابي والملاحظة والمقابلة تعالوا نمسك واحدة واحدة من الثلاث طرق دول اول حاجة عند الاستقصاء ودي اخدناها قبل كده في تعرفة ادارة الموارد البشرية قلنا هي عبارة عن ايه هي عبارة عن برنامج بيحلل ويقوم يعني تحليل وتقويم هيقوم بتقويم الوظائف عشان يساعد على ايه على انجاز اكبر قدر من العمل في فترة وجيزة يبقى كلمة الاستقصاء دي معناها اننا هقوم بتحليل هذه الوظيفة مش كده وبس هعمل لها عمل ايه التقييم ليه علشان انا عايز الوظيفة دي يتم انجازها في في قدر من العمل يكون فترة وجيزة وكمان تكون سريعة يعني ما عدش انتج مثلا كمية من المنتجات تاخد وقت كبير لا انا متحدد لمدة معينة يبقى انا لازم اعمل هذه المنتجات في هذه المدة يبقى دي اول حاجة اللي هي الاستقصاء عندي ايه بعد كده سنة ثالثة السرد الكتابي ودي زي ما بسميها مفكرة عبارة عن مجموعة من الاوراق او من البيانات بيتم سردها كتابيا بكتبها كتابيا عن اما العمالة اللي داخل العمل او العمالة الغير موجودة في العمل وتم توظيفها داخل العمل يبقى لما اجي اتكلم عن طريقة السرد الكتابي هقول تستخدم هذه الطريقة لاعمال الموظفين الغير عمال وهي طريقة تفصيلية اكثر وتستخدم السجلات اليومية كاني بقول انا عامل مفكرة للموظفين الفلانيين سجلات يومية بيتم فيها تأييد كل الاعمال بتاعة الموظفين الموظفين حيث يحتفظ الموظف بموجب هذه الطريقة بسجل يومي كل موظف معاه سجل يومي يعني الوجبات الرئيسية وتحديد بداية ونهاية المهمة بتاعته يبقى السرد الكتابي هو سجل يومي او مفكرة يومية بيحتفظ بها كل موظف موجود عندي يسرد فيها كل الواجبات اللي بيقوم بعملها خلال العمل بتاعه ولازم تكون محددة ببداية ومحددة بنهاية يبقى كانت اول حاجة لاستقصاء تاني حاجة السرد الكتابي تالت حاجة بقى وبيقول ان الطريقة دي هي من الطرق الهمة والاقصر دقة وهي المقابلة الشخصية او طريقة المقابلة وهي بتبقى من اجود النتائج اللي بتطلع لاني بيبقى فيه سرعة في الملاحظة بقدر الاحظ الموظف الجديد اللي جايلي او اللي عندي بسهولة واعرف درجة يعني هل هو الموظف ده سماته الشخصية ايه بيجاوب بسرعة ولا بيفكر بيهتم يعني بيعود يتكلم عن نفسه وبيتكلمش عن مهاراته ومعارفه وهكذا يبقى لما اجي اتكلم عن تالت طريقة وهي المقابلة هقول تعطي طريقة المقابلة نتائج غاية في الدقة وحسن استخدام الوقت وتكون المقابلة مع الملاحظة زي ما قلنا هي المدخل المفضل وتوفر معلومات لا يسهل الحصول عليها عن طريق الملاحظة او السرد الكتابي او المتابعة تمام تمام هنبص كده مع بعض ده فيديو بسيط عندي دول اتنين من الموظفين كانوا رايحين علشان يقدموا او يعملوا مقابلة طبعا هنمسك الاول مثلا هذا الشخص او هذا الموظف الجديد ماهتمش بسحيان وبدري او بالوقت ماهتمش زي ما انتم ملاحظين بالزي بتاعه ايا كان ازي يعني لو بصينا كده مع بعض هنرجع كده الفيديو انا دلوقتي عندي ماهتمش بالوقت لاحظوا كده نزل متأخر مش مدي لنفسه فرصة لبس اي الوان طبعا عدم تقديره للوقت خلاه انه هو انه هو ما يتكلمش عن انه هو ما يوصلش في الوقت المناسب مش كده وبس انه هو قاعد يتكلم عن نفسه اكتر ما يتكلم عن المهارات والمعارف الموجودة عنده طبعا كل ده بيسيق لانه هو بالشكل ده مش هيتوظف هيترفض انما ده بالنسبة للشخص الاول تعالوا بقى شوفوا البنت او الشخص التاني اهتمت بمظهرة سحة بدري في معادها نزلت بدري عن معادها كمان عشان تقدر توصل مظبوطة طبعا اتكلمت عن مهاراتها ومعارفها اكتر فخدت الوظيفة ده موظف تاني جي لعمل بتاعه تعاون مع زميله وبين زميله اهتم بشغله دي موظفة تانية كانت على طول متعصبة ما بتتعاملش مع زميلها وبالتالي هي ما انجزتش شيء وبالتدريد خلاص ما خدتش وظيفتها ده موظف تاني مثلا اعمل ايه كل تفكيره ان انا عايزة اترقى وابقى مدير من غير ما ياخد باله انه هو مش مكتهد او واخد باله من الشغل ومركز دي موظفة تانية لا مشت في التدرج الوظيفي وهتمت بشغلها اصبحت مديرة وصاحبة مطعم يعني معنى كده اننا لما ههتم بكل شيء وادرب نفسي واهل نفسي وظيفيا هادر اننا لو كان عندي مجموعة من المقابلة او هتعامل مع موظفين معايا في الشغل هاخد بالي من قانون العمل هبصة لقي نفسي تدريجيا اصبحت في درجة عالية جدا من وظيفتي يبقى الفيديو ده بايين لي ايه بايين لي اننا اهتم كويس جدا بالوقت اهتم كويس جدا وانا رايح المقابلة بالشكل وبالترتيب الواني وبالزي بتاعي زي ما شفنا المقارنة بين الشخص الاول والشخص التاني اللي هي الولد والبنت لما الولد ماهتمش بان هو يصحى بدري قبل معاهده بشوية ماهتمش انه ينزل بدري قبل معاهده بشوية ماهتمش بان هو يلبس كويس لان المقابلة اول شي بيبقى عند ادارة المارض البشرية انه هو اول شي شافه الشخص هو داخل علي ماهتمش باللبس بتاعه ولا بيتناسق الالوان قعد كل اللي تكلم عن نفسه بس ما تكلمش عن المعارف اللي عنده ما تكلمش عن المهارات اللي عنده فقط طبعا الوظيفة عكس البنت البنت لما راحت ايه اللي حصل قامت في معادها بدري نزرت بدري عن معادها فقدرت تاخد الوقت عشان لو الطريق كان زحمة مش كده وبس راحت اتكلمت بعد ما قدمت نفسها طبعا ده في الاول ابتدت تتكلم عن المهارات والمعارف بتاعتها طبعا تم قبولها في الوظيفة عملنا مقارنة تانية بين انه لازم يكون فيه مشاركة وفيه تجاوب بينه وبين الزملاء داخل العمل بين الموظف الاول ما جاء كان مقتهد زي ما قلنا من ادارة الموارد البشرين هتحفز الموظف ده وده فعلا اللي حصل الموظف ده كان مقتهد وكان مركز في عمله مش كده وبس كان فيه تعاون بينه وبين زميله في العمل فطبعا اترقى وخد حوافز عن الموظفة الاخرى اللي كانت على طول متعصبة مفيش تعامل بينها وبين زميلها مفيش تعاون بينها وبين زميلها طبعا نتيجة هذه الصفة السلوكية السيئة نفس الكلام لما عملنا مقارنة بين البنت اللي كانت بيت موظفة مركزة في عملها كويس ماشية في التدرج الوظيفي الكويس بتاعها لغاية ما وصلت الى هدفها عن اللي كان مش مهتم وعايز يوصل بسرعة فقد الوظيفة بتاعته وما وصلش للهدف اللي هو كان بيحلم به كل دي اسمها ايه اسمها ازاي اننا اتماشى او مع تحديد الوظائف او لما اروح اعمل مقابلة يبقى انا عندي تلات حاجات وهي الاستقصاء السرد الكتابي والمقابلة الشخصية المعلومات دي كلها بتفيد كمان احنا ليه بندرسها عندنا في سنة تالتة عشان لما تيجي تتعرض لسوق العمل وتنزل ويقول في وظيفة فتروح تقابل هذه المقابلة الشخصية لهذه الوظيفة تبقى حاطت في دماغك انا تعلمت في مادة التخطيط ان انا ازاي اهتم وان انا ازاي اخد بالي من واحد اتنين ثلاثة ومتال الفيديو ده فدنا باني اقدر ازاي اتعامل واروح ازاي في المقابلة الشخصية وبعد كمان متوظف ازاي اتعامل مع الزملاء داخل العمل وازاي اركز في النحاء هدفي ولكن بتدرج وبطريقة سليمة وينتج من تحليل الوظيفة اول حاجة سجل عن حقائق زي الوظيفة ازاي اي حاجة من ده كله انا عملت سجل اعرفت في الوظيفة قلت في اسم الوظيفة قلت في ملخص الوظيفة وواجبات الوظيفة مش كده بس انا اثناء الملاحظة والمتابعة اتعرفت على المصطلحات الغير عادية يعني حاجات انا اول مرة كنت اسمعها مثلا زي الاشراف يعني ايه اشراف اعرفت العلاقات بين الوظائف وبعضها تمام لسه دلوقتي حالا شايفيني الفيديو اللي بيينني ادي العلاقات بين الوظائف وبعضها ده مهم جدا وخاصة عندنا في تخصص الملابس الجهزة والتريكو في بعض المصانع بيبقى المصنع قايم على تسلسل المراحل ازاي يعني المنتج مثلا بيمر على اكثر من مكان من اول ما بيعدله البطرون لغاية القص لغاية التفصيل لغاية الخياطة لغاية الكي لغاية التغليف فالمصنع قايم على مراحل ووظائف وعمليات تسلسلية فلازم اكون كمان من ضمن السرد اللي انا عملته او السجلات او التحليل او المتابعة اللي عملتها ان تلعت بمصطلح جديد اسمه العلاقات بالوظائف الاخرى مش كده وبس يا سنة ثالثة انا تعرفت على الالات والمعدات الموجودة داخل المصنع اكتر واكتر وبالتالي هبقى عارف من تحليل هذه الوظائف ومن السرد والسجلات اللي انا عملتها انا محتاج قد ايه من هذه العمالة انا محتاج عمالة قد ايه لهذه الالات لان عندنا بعض المصانع او المؤسسات الصناعية او المنظمة بمعنى صح بيبقى فيه موظف اين باكسر من وظيفة فيه بعض الموظفين بيبقى عندهم القدرة على ان هما يقوموا باكسر من وظيفة تمام طب ده عرفوا ازاي عن طريق هذه الملاحظة وعن طريق تحليل هذه الوظيفة وفيه بعض الموظفين لا هبصة لقيه بيجيد ومركز في وظيفة والوظيفة التانية فيها عيب او الوظيفة التانية اللي اجتهاد فيها اقل في الحالة دي بعمله عملية ايه زي ما قلنا كده اما بقى استقصاء او سرد كتابي بشوف اليوميات بتاعته اللي هو قام بتسجيلها او ان انا اعمله مقابلة شخصية وابتدي اسأله ايه سبب القسور في وظيفة عن وظيفة اخرى ولو هو مش قادر خلاص بقدر ان انا اقول لا انا محتاج للوظيفة دي موظفين جدد عشان اشيل اللي يبقى عن هذا الموظف يبقى الالات والمعدات ظروف العمل لازم اكون عارفة جينا النقطة مهمة جدا يا سنة تالتة طول ما احنا عملين نشرح فيها كنا بنقول اثناء الشرح في الحل وهي مواصفات شاغل الوظيفة لما جينا قلنا المصطلحات الوظيفة والعمل والدرجة والفئة قلنا او لما جيت اقول تحليل الوظيفة وقلت ان انا هقوم بوصف الوظيفة قلت اثناء وصف الوظيفة ان انا هقول كمان واجبات ومهام شاغل الوظيفة السؤال ده مهم جدا ويجيني كتير جدا في الامتحانات وساعات يجيني وصل وساعات يجيني اكمل ما هي مواصفات شاغل الوظيفة هقول اول حاجة احنا عايزين نعرف يعني ايه مواصفات مواصفات هو الحد الادنى من الصفات الانسانية المقبولة الضرورية لتأدية العمل بشكل مناسب تاني قبل ما اقول يعني ايه مواصفات شاغل الوظيفة اعرف يعني ايه كلمة مواصفات الاول انا كشاغل وظيفة ايه مواصفات قال له يعني الحد الادنى للصفات الانسانية المقبولة والضرورية لتأدية العمل بشكل مناسب حلوة اوي احنا كده عرفنا كلمة مواصفات معناها ايه سنة تالت اما التحديد الصفات المطلوبة لاداء العمل بشكل مقبول ايه هي بقى شتا بتقول لي ان الحد الادنى من الصفات الانسانية هي دي المواصفات طبع عشان اقوم بالعمل بشكل مقبول ايه هي المواصفات المطلوبة في شغل الوظيفة انا سمع حد قاعد بيقول اول حاجة على الاقل درجة التعليم برافو اول حاجة عندي من المواصفات المفروض تكون متوفرة في شغل الوظيفة هي درجة التعليم لاني مش معقول هجيب شخص مش متعلم او حاصل على الدرجة اللي انا محتاجة من التعليم لهذه الوظيفة وهعينه يبقى رقم واحد درجة التعليم رقم اتنين الخبرة هل عنده خبرة ولا لا ما هو ممكن يكون موظف جديد اول مرة يتعين وممكن يكون موظف كان موجود في شركة تانية وعنده خبرة وجاي يتعين في الشركة دي لان الشركة بتدي حوافز نواحي شوف عمل راح لها على طول ولذلك اثناء ما احنا شغالين هناخد ان ازاي المؤسسة لازم تعمل حافز دعم وتحبب هذا الموظف او هذا المورد البشري في المؤسسة اللي هو شغال فيها علشان هي ممكن تصرف عليه وتدرب وتعلم وتدله خبرة وبعد كده منزه لان هو ما تم تقديره وتقدير واحد درجة التعليم عايز اسمع برافو تاني حاجة الخبرة طب لو ما عندوش خبرة او لو عندو خبرة بس عايزين نزود عشان المكان اللي جبناه مكان متطور يبقى تالت حاجة عندي هو التدريب يبقى اول حاجة من المواصفات شغل الوظيفة هي درجة التعليم تاني حاجة الخبرة تالت حاجة التدريب بس لا السمات الشخصية مهم جدا السمات الشخصية لهذا المورد البشري اللي جاي يتعين في بعض الناس من عن طريق المقابلة حتى بيباني ان هو عدواني بيباني ان هو ليه ميول اخرى لا احنا لازم نشوف المواصفات اللي موجودة في السمات الشخصية علشان انا قلت العنصر الاساسي اللي انا بنتظره هو القيام بالعمل بشكل مقبول طب انا يبقى سمات الشخصية بتاعت هذا المورد البشري لازم تكون سمات جيدة احنا لسا ايلين المواصفات هو الحد الادنى من المواصفات الانسانية لا يبقى هو مائل او النواحي معينة ولا هو مفيش خالص لا يبقى انسان وسط سمات الشخصية تكون جيدة ايه كمان هي السمات الشخصية بس يا سنة تالتة لا درجة التعليم يلا رجعت ايه كمان بعد درجة التعليم الخبرة طب لو مفيش خبرة او عنده خبرة بس عايزين يجيب الات ومعدات جديدة يبقى التدريب طب غير التدريب السمات الشخصية طب ما ممكن يبقى عنده سمات شخصية بس عنده وهن وهن يعني عنده السمات البدنية ضعيفة والمصنع مثلا او المؤسسة الصناعية محتاجة سمات بدنية عالية علشان الالات اللي هيستخدمها عايزة قوة عضلات يبقى كمان من دمن المواصفات المفروض تتوفر في شاغل الوظيفة ان يكون عنده سمات بدنية ايه كمان يكون عنده الاستعداد والقدرات او قدر على تأديته لا لازم هذا الموظف طبعا زي ما اتفقنا ده بيتم عن طريق ايه عن طريق بقى المقابلات الشخصية عن طريق ان انا اعمله كده زي ورقة يكتب فيها مجموعة من الاسئلة وهو يكتب الاجابات بتاعتها وعن طريق الاجابات دي انا اقدر اقيمه عن طريق ان انا بقول له مثلا عن مشكلة افرد قبلتك داخل المؤسسة اثناء العمل قولي كده هتتعامل معها ازاي هشوف عنده استعداد او قدرة على حل هذه المشكلة ولا لا ايه كمان من مواصفات شاغل الوظيفة الميول الشخصية ميول الشخصية نحية ايه اكتر خلي بالنا ان احنا ميولنا الشخصية بتأثر علينا يعني لو انت هتلاقي نارسك حزين يبقى انت عندك ميول نحية الحزن فرحان يبقى انت عندك ميول نحية او في حاجات اثرت عليك خلت ميولك الشخصية تؤثر على عملك يبقى انا كمان هلاحظ من المواصفات التي يجب انت توفر في شاغل الوظيفة ان يكون عنده ايه سنة ثالثة كمان ميول الشخصية السمات الشخصية مهمة جدا يعني فيه عامل كده او موظف يبقى جاي يقول ده عنده سرعة بديعة ده عنده قوة ملاحظة ده بيقدر يجاوب بسرعة غريبة جدا ده المعلومة عنده جهزة ده بيقرأ في رد كويس قوي عنده طريقة في التعامل جيدة مبتسم عنده بشاشة في الوجه لبسه منصق يبقى دي كلها اسمها ايه اسمها 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 شخصية لهذا الموظف هتساعده على انه يقبل في هذا العمل احنا لسه حالا في الفيديو اللي عرضناه العنصر الاول او المثال الاول للشخص اللي كان رايح عشان يعمل مقابلة اللي حصل ولا هو عنده اهتمام بلبسه ولا عنده اهتمام بالوقت ولا عارف يتكلم عن نفسه ولا عارف يقول المعلومات ولا المهم اللي عنده اترفض انما السمات الشخصية مهمة جدا لا ده قادر يقدر الوقت وقادر يلبس وينصق في لبسه وقادر يتكلم عن نفسه وعن مهاراته ومعارفه وفيه ثقة في النفس لازم الانسان يكون عنده ثقة في النفس انه هو بس يكون على حق يعني يكون عنده نسبة من المعلومات ونسبة من المعارف تخليه عنده الثقة دي مش كده وبس انه هو يكون عنده السبات اللي مفعالي اللي يخليه لو اي ضغط حصل يقدر انه هو يتكلم ويقول اجابته يعني كنا بنضرب مجموعة من الشباب وجينا قلنا عشان اكد على نفسي انا عندي سبات مفعالي عملنا لهم بتدريب بسيط جدا مسيكنا كوباية وجبنا وعاق فيه ميا وخلنا انه هو نسأله اسمك ايه وهو بيصب هذه المياه داخل هذا الكوب اسناء ما هو بيقول اجابته يعني اسمك ايه وهو بيصب هذا المياه تمام طبعا السبات الانفعالي ده خلنا خدنا قدام معلامة صح انه عنده سبات انفعالي وهو عمال يرد على الاسئلة بيبقى السمات الشخصية اللي انا قلته دي اسمها ايه مواصفات شاغل الوظيفة امنا لما اجا اتكلم بقى عن المعارف المطلوبة من شاغل الوظيفة احنا خلاص كل الصفات دي وان الحد الادنى منها ابدنا هذا الموظف عايز ان يا رب بقى معارف معارف المطلوبة من شاغل ايه بقى المعارف اللي مفروض تبقى موجودة عنده وهزين نقول حاجة مهمة جدا عشان نقدر نفرق في هناك فرق يا سنة ثالثة بين كلمة معارف وبين كلمة مهام معارف يعني هتلاقي نفسك بتقولها بتذكرها ولكن المهام بتقوم بعملها زي مثلا ما اقول ده شق نظري وده شق ايه عملي او في فن التريكو بتاعي وهناخد برضو مثال على فن الملابس انه هو يكون عنده الشقين الشق النظري والشق العملي النظري بسميه معارف والعمل بسميه مهام يبقى مش عايزين لغبة لو جاني سؤال وقال لي ما هي اهم المعارف التي يجب ان تتوفر عند فن التريكو او فن الملابس ولو جي السؤال وقال ما هي التريكو او فن الملابس يبقى انا لازم افرق بينه تعالوا مع بعض نشوف كده التفريق بينه ما هيبقى ازاي اول حاجة عندي المعارف هي رقم واحد اول حاجة على طول هقول انه يعرف انواع الماكينات والمعدات يذكر لاحظوا كده يذكر بيقول انواع المعدات والاجهزة المستخدمة مثلا في عملية الكي يبقى لازم انه يكون عارف جميع المعدات والعمليات والاجهزة اللي بتستخدم في الكي في الكي بس والمنتج نفسه جميع انواع ماكينات التريكو المستطيلة والمستديرة جميع انواع ادوات والاجهزة المستخدمة في الكي من عندي قسم للكي جميع الادوات ومعدات المستخدمة في التفصيل من عندي قسم حياكة جميع حاجات الأدوات المستخدمة في التغليف وهكذا كل اللي هقوله إيه لحظوا كده يذكر يعرف ليه عشان دي معارف مش مهام مش هيقوم بأداءها يا سنة ثالثة نكمل يتعرف على أنواع الخمات ويعرف كمان يا سنة ثالثة يفرق بينهم يعني هي أنواع الخمات كلنا عارفين إن إحنا في سنة أولى بنعرف أنواع الخمات وبناخد الخمات الطبيعية ونطلع سنة تانية ناخد الخمات الصناعية يبقى أنا كده طالع بحصيلة في سنة ثالثة بمعرفتي بأنواع الخمات إذا كانت طبيعية أو صناعية يبقى بالتالي أنت رايح تقدم في وظيفة على الأقل عندك الحد الأدنى من التفريق بين الخمات وبعضها ومعرفة الخمات وإيه من بعضها إيه كمان إن أنا كمان يا سنة ثالثة أقدر أشرح طريق التشغيل ما كانت تتركه لحظوا لحظوا عشان إحنا لسه في المعارف فكل اللي بيقوله إن هو يشرح يعرف يذكر ما بيقلش ما قامش قال شغل مكنة وقف مكنة زبط مكنة هو عمل إيه يقم زكر يقم عرف يقم شرح يبقى يشرح يشرح طريق التشغيل ما كانت تتركه إيه كمان من المعارف يوضح طريقة العناية بالمكنة يعني يقول كده أنا هعتني بالمكنة بإن أنا هقوم بتنظيفها أول بأول بإن أنا هقوم بتزييد هذه المكينة بإن أنا هذكر العيوب الشيعة للخامات المساعدة يبقى المعارف بتاعته هتتمثل في الشرح في التسقير في التوضيح في إن هو يشرح يوضح يذكر يبقى احنا كده سنة تالتة خلال الحلقة اتعرفنا على يعني ايه أحل للوظيفة يعني ايه أهم المهام يعني ايه أهم المواصفات اللازم تكون موجودة في شغل الوظيفة وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنكون كمان اتعرفنا على باقي المعارف وباقي المهارات اللي بيقوم بها شغل الوظيفة أترككم على خير وأتمنى لكم كل التوفيق وما ننساش أي سؤال أو أي توضيح بتطلبوه احنا عندنا القناة بتاعت التعليم الفني على اليوتيوب تفضلوا بنستقبل جميع الأسئلة وبنجاوب لكم عليها ألقاكم على خير وإلى اللقاء